يعني محدش يقول دايت في رمضان أيوة يعني كفاية الوقت الصيام الداخلة دي تجيبك نسبة مشاهدة حلوة عايزين نعرف مجد اللي عايزين يخصوا يعني اللي عايزين يزيدوا وزن مش دلوقتي نتكلم في بعضين مش دلوقتي لكن أنا عايز أخص مثلا إزاي أقدر أستفيد من الصيام وخص منه مش عميين بنتكلم في الصيام المتقطع بأننا سنتين وأكتر إحنا الصيام المتقطع ده لإما أنت بتاخدي صعرات قليلة لإما بتاخدي ساعات قليلة في الأكل فأنت كده كده رمضان واجب عليك اللي أنت هتفتري حوالي من 10 لتسع ساعات فال10 لتسع ساعات دولت لو أنت قللت جاست بيبي ستابس أو خطوات صغيرة جدا في الصعرات بتاعتك اللي هي من المقليات النشويات السكريات نقيتها أي حاجة منهم من التلاتة دولت والتانيين أخدتيهم بكمية قليلة ساعاتها هتفقدي وزن بسهولة جدا بس هو الفكرة أن اللي داخل على رمضان ده هو داخل كان خاسس قبل كده ولا لسه بيعمل بيبتدي بسم الله الرحمن الرحيم الخصصان أو مناصل كان زايد وعايز يخس في رمضان كان زايد لابد لأننا نكون نفس شتا واتفاجئنا بالصيف فمصديفة مع رمضان فنعمل إيه؟ ده فرصته عالية جدا جدا لأن مجرد اللي هو غير اللي هو صايم مجرد اللي هو هيقلن من 200 ل300 سعر يعني مجرد بس اللي هو يقلن بسنا بدل رغيف العيش هياخده رغيف اللاربع أو كمان رغيف اللاتوم أو عدد معالق النشويات أو اللاتوم ده إزاي أنا رضا يعني أنا عايزة أبسط الموضوع يعني تقلل بخطوات صغيرة تمام تقلل كمية العيش تقلل رز تقلل الحاجات دي خلينا نبقى يعني أنتوا وفقوني أو يعني قولوا لأ هي إيه اللي فيها سعرات عالية في رمضان المقليات والحلويات والعصائر اللي فيها اللي هي أصلا رمضان يعني العصائر رمضان استنبوسك رمضان الكنافة رمضان في عصائر متهائل ما فيهاش سعرات عالية في عندك الكركدي لو أنت حطيت مثلا استبداله بسكر دايت في عندك الدوم والخروب والعرقسوس لو هي الست البيت اللي أنا أعيته وما حطيت له السكر هو طعمه حلو جدا مجرسك فده احنا بالنسبة لنا متاح وحلال يعني